لازم تكوني عارفة عشان توصلي بيتك للشكل الحلو ده محتاج منك وقت ومجهود كبير قوي فمتستعجريش على حاجة ومش كل حاجة بتخلص في يوم وليلة سلام عليكم هلو هلوز ايكم يا احلى امراض حشتوني جدا جدا يا رب النهاردة تكونوا بخير منورني النهاردة واهلا بيكم في فيديو جديد مليان من افكار الدكورات والتنظيمات والتريكات والحركات كل حاجة حلوة مع سيدة شاملة لكل حاجة متأكدة ان هي هتعجبكم اتمنى تتابع معي الفيديو للاخر ولايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة ولازم طبعا ارحب باول الفيديو بتعليقاتكم احلى سوسو انا اللي بحبك جدا 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 تسلميلي وبشكركم طبعا على كل دعواتكم الحلوة يارب يستجيب لنا جميعا يارب ويحفظ اهل فلسطين ويبقى نصر قريب من عنده ان شاء الله دعالوا النهاردة كده نبدأ الفيديو مع بعض بافكار جميلة قوي في كل الدكورات ولاحظت ان انتو بتحبوا الستايل الدهبي مع الابيض الحاجات المميزة والشيك والجميلة كده زيكم فحبيت النهاردة يكون الفيديو كمان مليان من افكار الدكورات المختلفة هنعيش معها تفاصيل في حاجات كتير بس زي ما قلت لكم في اول الفيديو اي حاجة انت شايفها وحبة ان انت تعمليها في البيت عندك اكيد مش هتتعمل في وقتها ومش هتتعمل في يوم وليلة لازم طبعا نحنا ناخد وقت شوية ولازم نبقى فيه شوية مجهود وطبعا يعني الامكانيات المادية انا معاكم طبعا بس في حاجات احنا نقدر نعملها بكل سهولة من غير اي تكلفة ومن غير ما الموضوع يكون مكلف لكم تقدروا ان انتو تحملوا تغييرات مختلفة في البيت زي ما بنشوف دايما في الفيديوهات والافكار الجميلة اللي دايما بنعرضها فكل حاجة طبعا اكيد بوقتها وكل حاجة بتاخد وقت مننا فما تستعجلوش وابدقوا بس خطوة بخطوة كده واحدة واحدة هتوصلوا ان شاء الله لكل حاجة انتو عايزينها وبتتمنوها اكيد زي ما شوفنا كده وبدأنا معاها اول حاجة في ستايل السرير ازاي بدأت تدينا افكار مختلفة نقدر نحط ديكورات ايه على الكمود مثلا او ازاي نخلي الكوشنز على السرير شكلها مميز حتى الكافر اللي انتو بتحطوه مثلا لو كوفيرتة او بطنية او اي كافر حطينه على السرير تقدروا ان انتو كمان تحملوه بتطبيقات مختلفة جدا كل مرة تديله شكل مختلف فدي ممكن من حاجات موجودة عندكم انتو بتديوا لمسة مختلفة كل مرة تعالوا نشوف هنا كمان برضو شوفوا لمسة بسيطة اوي وقدرت ان هي تغير من شكل الكونتر موجودة عندها بدأت ان هي تحط طابلو مع بازة الورد وابجورة صغيرة كده بدأت ان هي تعمل ديكور مختلف جنب مكنة القهوة بتاعتها فكرة الاضاءات عموما دي بتبقى يعني من الحاجات المميزة اوي لو انت حابة ان انت تغيري اي مكان موجود عندك واي كورنر تحطيه له اضافة حطي فيه حاجة مضيئة هتلاقي ان الشكل اختلف تماما وهي نفسها بتعشق حاجة اسمها اضاءات فبدأت كمان ان هي تجدت في ورفة النوم ببعض الابجورات وكمان بتقول ان الميزة فيها ان هي فيها زي باوربانك تقدر ان هي تشحن الموبايل او فيها يقص بيه تقدر تشحن الموبايل بتاعها فبرضو دي من الحاجات اللي انت بتشتري حاجة ففيها اوبشنز كتير بتبقى كمان مسهلة عليك ومفر عليك حاجات تانية اكتر ده هنا كمان برضو لمبة تانية من ضمن الاضاءات الجميلة اللي هي دايما بتحب ان هي اضيفها وحتى هنا كمان برضو الشعلة اللي بتعمل اضاءة وبتعمل جو حلو برضو طبعا بيكون فيها مادة قابلة للاشتعال فبتقدر ان هي تولاها زي السيبرتو كده وزي الحاجات دي فبتبدأ ان هي تعمل برضو ديكور مختلف وبتعمل اجواء مختلفة لاي مكان موجودة فيه فدي من الحاجات الاساسية الاضاءات وهنشوف برضو افكار اضاءات مختلفة خلال الفيديو ده هنا كمان برضو تنظيمها للمطبخ وطبعا كلنا بقى بنعشق تنظيمات المطبخ لانها بتدينا افكار حلوة للمكان الاساسي الموجود ولطول النهار واقفين فيه لازم نخليه دايما منظم ادي اول فكرة بدأت ان هي تعرضها معانا تنظيم الاضراب بالمنظمات بتاعت المعالق دي برضو من الحاجات المهمة جدا جدا وكمان بتدينا بعض افكار الدكورات لو انت عندك ترابيزة في الصيد مثلا تقدر ان انت تعمليها بدكورات حلوة الشموع او الكوسترز وبدأت ان هي كمان تحط الكتب عليها فازة ورد صغيرة يعني برضو نقدر ان احنا نغير في الدكورات المتاحة عندنا بافكار قد ايه حلوة وقد ايه لمساتها بجد مختلفة وجميلة ويتخليك ان انت تحب فعلا المكان بكل لمساتها الحلوة دي ده هنا كمان برضو ستايل تاني لغرفة النوم وبدأت ان هي تعملهم مش شرط ان احنا نحط الكفر على السرير بالعرض ممكن ان انت تحطيه كمان بالطول برضو خلي شكل السرير حلو وكمان بدأت ان هي تعمل شوية تغييرات عندها الابجورات اللي بدأت تحط في النص طابلو بنشوف دايما الطابلوهات مش شرط ان هي تتعلق على الحطة ممكن بكل سهولة انت تحطيها على المكتبة او على الترابيزة اللي موجودة عندك برضو دي من الحاجات اللي بتدي شكل حلو للدكور اللي موجود وكمان من ضمن الحاجات اللي كانت بتحبها الكورسي اللي هو البنب الكبير اللي بدأت تحطه في الكورنر كان شكله مميز جدا طبعا احنا عارفين الاجانب تلوقتي في الفترة دي عندهم تزيينات البيت باجواء الكريسماس وشكر الكريسماس كمان فبدأت ان هي كمان يعني لمسة كده عندها في المطبخ بعيدا عن فكرة الزين احنا ممكن نعملها او لا لكن فكرة ان هي ممكن تحط على الترابيسة عندها ممكن هي تحط في زاد ورد وتحط ديكورات تدي لمسة مختلفة طبعا احنا بنعمل في اجواء تانية او بنعمل في منازبات تانية بنعمل ديكورات وكلنا طبعا منتظرين رمضان منتظرين العيد نشوف الديكورات الحلوة اللي دايما احنا بنعملها فيه فدي برضو من الحاجات الاحتفالات اللي عندهم وستيل البيت عندهم بيكون كمان مختلف ازاي طبعا كلنا بقى كده يعني بنتمنى حاجة روبوت زيدية وبنتمنى ان هي تكون موجودة تسهل علينا حاجات جتير خاصة ان فيها اوبشن ممكن تعمل على الجاف وتلم بس الاتربة او الحاجات اللي وقع على الارض او كمان اوبشن تاني ان هي ممكن تستخدم فيها المية وتمسح كمان الارضيات حسب طبعا البروجرام اللي انت بتصبطيه على الابليكيشن عن موبايل بتقدر ان انت تخليها كدراي او تخليها وتستخدم حاجة تمسح بيها الارضيات وطبعا كلنا بلا استثناء اكيد نفسنا في الروبوت الجميل ده اللي يسهل علينا طبعا حاجات جتيرة في البيت فيا رب بيرزقكم كل ما تتمنوا اكتر يا رب العالمين ده هنا كمان ستايل تاني للترابيزة زي ما شفنا من شوية كانت حطت الفازة الوردة على الكتب وكانت حطة في الترابيزة التانية الكوسترز نقدر ان احنا كمان ناخد افكار ازاي نقدر نحط من الدكارات اللي موجودة عندكم كل بيت اكيد غير التاني وكل بيت عنده دكارات غير التاني فبس احنا بناخد فكرة ازاي تقدري لو عندك ترابيزات صغيرة زي دي ممكن تحطيها في الصيد بتاع الكنبة وتقدري تحطي حليهم دكارات بالشكل ده ده هنا كمان من ضمن الاضاءات بتاعتها الليد الصغيرة اللي بدأت تحطها على الكورس اللي موجودة عندها في غرفة النوم كاضاءة لو انت عندك الغرفة كبيرة وتقدري ان انت تحطي فيها باف او تحطي فيها شيز لونج مثلا تستمتع بوقتك في غرفتك حاولي برضو ان انت تضيفي اضاءة معاها تخلي المكان يبقى شكله مريح اكتر وتستمتع بي اكتر ده هنا بعض الافكار برضو ازاي تقدر تحطي دكارات على اي بار موجود عندكم او على اي كونسول موجود بدأت تحط الابجرات معفازة الورد وزي ما بقول لكم دايما احنا بناخد فكرة وبنعملها حسب المتاح لان انت ممكن تشوفي مثلا استايل الابجرات الكبيرة معفازات الورد الكبيرة والمراية الكبيرة لكن لو جدي طبقتها في مساحة صغيرة موجودة عندك هتحسي ان المكان مش مش لطيف فبردو نراعي تناسك الالوان وتناسك المساحات والكلام ده كله عشان نخلي دايما بيتنا في احسن صورة ونرجع ونعيد تاني مش كل حاجة بتتعمل في يوم وليلة حابة ان انت تجددي ابدأي واحدة واحدة بحاجات بسيطة مع الوقت هتلاقي نفسك غيرتي ووصلتي كل اللي انت عايزاه زي برضو ما دايما بقول لكم افكار المنظمات مش شرط تنظمي او تجيبي كل منظمات مرة واحدة تقدر ان انت تنظمي المرة دي الترجم نظمات معينة الفترة اللي بعدها تنظمي التلاب الفترة اللي بعدها تنظمي حاجات في الحمام فكل حاجة افتكروا دايما بتحتاج وقت بتحتاج مجهود ومعاكم طبعا بتحتاج فلوس في رب يرزقكم دايما كل الخير ده هنا برضو بعض افكارها لتنظمات الادراج ومنظم التوابل الحلو جدا والشهير طبعا اللي بيخلي كل حاجة عندك واضحة كل حاجة بتكون باينة قدامك فبيسهل عليك وحتى لو انت عندك منظم صغير او شراط صغيرة للتوابل مجرد بس ان انت اكتبي عليها الاسم لانها بجد من الحاجات اللي ممكن تعمل لغبطة معاك مع كترة التوابل اللي موجودة عندك ممكن تتلغبطي وتمدق بقى نشم وندوق والحاجات دي فبس انت اكتبي عليهم ليبل كده هتخلي كل حاجة سهلة عندك اكيد ده هنا كمان برضو فكرة منظم حلو جدا طبعا هي استخدمته هنا للاستشوار والبيبيليس والحاجات بتاعة الشعر بس قدين اخدنا ريفيو عن منتج موجود في السوق نقدر ان احنا طبعا نستخدمه حسب او نوظفه حسب الحاجات المتاحة عندنا وحسب استخداماتنا بس هي مشاء الله عليها زي ما انتوا شايفين كده بيتها رائع لابعد الحدود استخدامها للورد لكل مكان اللي بيدي طاقة حلوة جدا في البيت حتى لو مش متاح طبعا نحن نستخدم ورد طبيعي كل يوم فيه ورد صناعي كتير قوي شبيه جدا جدا للطبيعي نقدر ان احنا نستخدمه بكل سهولة وتبقى من الحاجات السابتة اللي عندنا وكمان يعني بتدي شكل زي ما بقولكم وبتدي طاقة حلوة جدا في البيت فبجد كان من الحاجات اللذيذة اللي هي دايما بتهتم بيها ده كده كان فيديو النهاردة بستايل بيت حلو عشقناه وعشقنا كل مشترياتها وترتيباتها فأي ربي يكون الفيديو كمان النهاردة عجبكم أشكركم طبعا يا أحلى أميرات لو وصلتوا لحد هنا يا ربي دايما نكون عند حصن ظنكم تبخلوش علي بلايكاتكم الحلوة ويتعليقاتكم تساعدوني وبتفرحوني بيها واشتراكك أكيد لو لسه مشتركتيش معايا داي شرفني جدا جدا وجودك ويه كمان تكتبي لي تعليق علشان أرحب بك الفيديو الكاي نتقابل على خير الفيديو الجاي بأفكار جديدة وبسيدة جديدة إن شاء الله وسلام